بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والقرحان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدفى الحديث كلام الله تعالى وخير مديه محمد صلى الله عليه وسلم وإن شرع أمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاب لله وإياكم من عذاب النار أحبتي تحدثنا في خطبة سادقة عن منهج التربية عند خليل الرحمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقلنا أن على الأوليان من رجال ونساء من آباء وهماءات عليهم أن يراقبوا وأن يرافقوا ذرياتهم في مسيرتهم الدراسية ووقفنا عند الأدوية الإيمانية التي ينبغي أن تزود ذريتك بها كل يوم فإنهم في كل يوم عرضة لأمراض من الشكوك حول دين الله تبارك وتعالى فوجب على الأب الطبيب وعلى الأم الطبيبة أن تداوي ذريتها بالأدوية الإيمانية نسأل الله أن يحفظ ذرياتنا ففي كل يوم ينبغي أن تعطي ابنك وابنتك جروعات من اليقين لله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام فكما بيته يراد من من ذريتنا أن يشكوا في الله عز وجل ووجوده وأن يشكوا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونزاهته وأن يشكوا في الإسلام وعدله فمن أجل ذلك أيها الأبد لا ينبغي أبداً أن تضع في ذاك الفخ الذي حفره لك إبليس بأنك أنت في منأً ومنمن من هذه الشكوك ربما يصدق عليك ذلك ولكن ذريتك تأخذهم أمواج الشكوك يمتاً ويسرى فوجب عليك أن تقوم بوظيفتك وهي طب القلوب نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وابناتنا وإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكتفي فقط بالدعاء بأن يحفظه الله وأن يحفظ ذريته من عبادة الأصلاف بل هناك خطوة عملية وهي التحلية بعد التخلية ففي الجزء الأول الذي تحدثنا عنه في خطوة سابقة ودعاء إبراهيم أن يحفظه الله من الأصلاف فهذه التخلية تنظيف وبعد التنظيف يأتي أخذ العطر يأتي التطيب يأتي التحلي بالإيمان يقول الله سبحانه وهو يرمي لنا منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعظهم يشكون هذه آية هذا الدعاء من إبراهيم يمكن أن ندرسه سنين طويلة فقد جمع أهم مسائل التربية يقول الله عز وجل حاتيا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بزرع عند بيتك المحرم رسالة عظيمة أولويات المربي في اختيار المكان الذي يربي فيه ذريته الرزق أم الإيمان حينما تختار المكان الذي ستعيش فيه المغرسة التي سيذهب إليها ابنك وتذهب إليها ابنك السكن الذي ستعيش فيه المدينة التي ستستقر فيها على أي أساس تختاره على أساس القرب من عملك على أساس الجيران على أساس سمعة المدرسة على أي أساس انظر إبراهيم اختار مكان ليس فيه ظرع أين سيأكلون؟ أين سيشربون؟ أين سيعيشون؟ هذا ليس هو المهم هل نجون؟ أبداً ولكن إذا لا تتوكل عن الله ويكون اختيارك على أساس الإيمان فإن الله سيفجر الماء لتأتي الأرض كما فعل مع إسماعيل عليه السلام يقول إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي دواب غيري زرعي متظلبات الحياة مفقودة ليست ناقصة معدوما ولكن عند بيتك المحر انظر على أي أساس اختار إبراهيم عليه الصلاة والسلام المكان الذي سيترعر وسيتربى فيه إسماعيل على أساس القرب من بيت الله تبارك وتعالى وانظر أنت إلى معاديرك في اختيار المكان الذي تعيس فيه والمدرسة التي يزورها ذريتك وغير ذلك من قراراتك هل بيت الله من العوامل المهمة لقرارك أم أنه آخر اهتمامي حينما تقرر حياتك اللهم تب علينا عند بيتك ولكن حول البيت لا زرع لا بأس الرزاقه والله تبارك وتعالى ربنا ليقيم الصلاة هذا هو أعظم هم لكل يوم هل يصلي ابني هل تصلي ابنتي لا يمكن لتربية أن تنجح دون الاهتمام بالصلاة ولذلك كان اختيار المكان مكان العيش والاستقرار مكان الصلاة بيت الله الحرام ماذا نفعل فيه هو أولا من قبل كل شيء للعبادة فما دور العبادة في اختياراتك اليومية حينما تخرج لتتسوق تخرج في رحلة تخرج لعطلة أي شيء تفعله لا شك أنك ستبحث أين سنقل أين سنشعر إن كان سفرا طبيعا أين سنمات أو نميت إلى غير ذلك من الأشياء هل من المعايير كذلك أين نصليها هل هناك مسجد في القرب لا نحن لو ذهبنا للتسوق سوف نتأخر على صلاة قرب إذن لنختار مكانا آخر أو وقتا آخر أي أن نغير حياتنا من أجل الصلاة هل نعيش هكذا ربنا ليقيم الصلاة أي اللهم جعلهم من الذين يقيمون الصلاة يا رب أنا سافرت من بيت المقدس بزوجتي وابن إسماعيل إلى مكة المكرمة من أجل ماذا؟ ليقيموا الصلاة لماذا تعيش هنا في هذه المدينة؟ حتى تقيم الصلاة هذا ينبغي أن يكون الجواب الأول وبعد ذلك لكي أشترك لكي أبني ميتك لكي أذهب إلى المستشرة كل ذلك مباح إذا كان في دائرة الحلال لا أحد يطلق منك أن تترك الدنيا وأن تطلقها بأن تموت أبداً ولكن ما هي الأولوية؟ هذا هو السؤال المطرور لماذا اخترت هذه المدينة؟ ربنا ليقيم الصلاة لماذا اخترت هذه المهنة؟ ربنا ليقيم الصلاة لماذا أردت أن تسافر في العطلة إلى الجزر؟ ربنا ليقيم الصلاة ينبغي أن تكون الحياة أساسها لعبادتنا لتبارك وتعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه علوم هذه علوم عظيمة في التربية في دعاء واحد لكنها تشتمل على أصرار جليلة إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعي تهيداً أن الإنسان وحده سيكون صيداً للشيطان ولو كان نبياً ولو كان نبياً إذن ما العمل؟ لابد من مجتمع صالح حول الإنسان فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه الصحبة الصالحة هي من أهم روافل التربية هل تعرف أصحاب أبنائك؟ هل تعرف صاحبات ابنتك؟ كيف يفكرون؟ هل هم ملحدون عن النصار؟ هل هم يتفوهون بكلب فاحش أم لا؟ هل هم منطبطون في حياتهم أم حياتهم فرضا؟ لا أدلت عن هواياتهم وأعمالهم ومدى يشتغل أبورهم ولا يهمني هذا مدى أخي أنا به؟ دفلك كثير ومسؤوليتك عظيمة فإن الطفل قبل البلوغ إنما المسؤول عنه من؟ وليه وأنت وليه إن كنت مسؤولاً عن ماله بحيث يجب عليك أن تخرج الزكاة لو كان ابنك فرياً ولم يبلغ الحلوم بعد فأنت المسؤول عنه إخرج زكاتك أفلا تكون مسؤولاً عن صحبتك؟ وهل أفرض عليه صحبة؟ ليست القضية تفرض عليه ولكن أن تعلمه الأسس لاختيار الأصحاب وأن تكون سبباً لجلب الصحبة الطيبة إن كثيراً من الأباء يريدون أن يجلسوا في بيوتهم وليعش طفله كما شاء وهذه هي الطارمة الكبرى إذا أردت أن تبحث أصحاباً لأولادك فنظم حفلة نظم مرسابقة نظم رحلة هذا سيكلفني ولم المال إذا؟ إن لم يكن المال من أجل أن نرضي به جيلاً وأن نصنعه لماذا نشتغل إذا؟ ولماذا نطلب الكسب إذا؟ فلابد إذا أحبتي أن نهتمنا بصحبة لريتنا وارزقهم من الثمرات لعدهم يشكرون رافد آخر من روافد التربية أحبتي، لو رزقهم الله هل سيرزقهم الحرم؟ حاجة إلا إذا من أهم عوامل التربية الرزق الحلال تريد أن يصفي ابنك تريد أن ينجب ابنتك أطب مطعمك تكون مجاباً دعوة اللهم رزقنا الحلالة طيب هذه آية وعيدة لو تذبرها المسلم لاستطاع أن ينهج منهجاً عظيماً في تربية الأبناء نسأل الله أن يحفظ ذرياتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لك وأستغفروا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده أبرد جميع مشكلة يا أهلا وصحبه يا أهلا وصحبه ألم أن نهجب أن نهجب أن نحزر أطباء أدر محطن أطباء 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 لأنه مجزء، لأنه إعجاب لهم. الله سيكون ذلك تقديم وأيضًا. إنتما ، لديك مجزء، لديك مجزء، لديك مجزء، لديك في إجابة، لديك مجزء، لديك المنزل، لديك الممتبع، وبيعي. يمكن أن تحسين الهدار الجديد من الناس قوليكم أن تحسين الأول على رأس الأول على المطارقة، هذه الأراد الجسدية تحسين كل جديد القرارات متحمولة المتعطلة للقرارات المتعاملية تحسين كل جديد المتعاملين which we need for the أبدا قال الله من خلال نفسكم لماذا قال له من خلال الأهمية؟ لم يكن أتحدث لا يتحدث. لأن يقول الله لا تتحدثه على ما يببط إقام الله وحن أتفق أيضًا يجب أن تكون بسلم من الصحيات يجب أن نقائع تجسري على الله يجب أن تنتظر الله هي أبوك أنا أعادتك أنا أعادتك هذااسي مستقيم أعضل أن أعادتك ليس باريخ السلام وحيوب ترى هذا المطاطق؟ قال صعب انه مجموعًا بخطية ايج الممضة كالبا خلال أن يكونك في السبب نعم، من الضغط من الضغط من المغاومة. يمكنني أن أرى من مباشرة في الواصف ويأتظى من المباشرة في الواصف في انجازة الواصف يحتوي على الحل ومع صفحة مباشرة من اللعبات أو ما يجب أن أرى الله ماذا يجب أن يجد جديد؟ أمور الوقت كماسة لكنgenommen في بلاسة ما asta لا هناك أمور وليسουμε تقدم تخلق منه ي難 keine علياث إذا كان ل universes لا يوجد هذه ما إذا كان لحصة لا يجب لا يشبك لو من أمورpod إنه كان عن تغلق لا يوجده من ما يشبك يولى إبراه متى طريقة منه وكيف ينغسك سيروقة في قلبه وكيف أن نحن الضباطع إلى الله المال حسين أن أتابعى تمضي سيببه بالحسين ثم الضباطع ثم من العودة ثم من زرام ثم من زرور ثم من زرور ثمت بعد Luck ليس من الجامعة الله سيكون جيدة أطعم الله على مكبر ― وصلت على مكبر وصلت على المنزل يجب أن يحول الله يوم القادر من أكثر من منزلين عندما كانت عامة إلى المنزل عندما كانت أطعم النزل عندما كانت أطعمل عندما كانت أطعمي أطعمون أطعم مدينة أفعل جإبنك pathway س leverage فرصان س foolة على روز ان هذا Omega ليس قد ولا تقولون ألي غالance جادل نعم طبيعة على مسؤول أسرحب أفعل فرحرج إبتأم هارتون يمع� دبع ، خير يعج دست افلل من هناك ح exploded هناك حجاب ψناها سيئةء تحتفيل حتى الآن سوفكت السحر لقد روظت تيسال كن المرة quant required سوفكت هناك نح القرار مهما ياطى فتلك سألنك سألنك مهما يضمن بالسرية أساساً هم أعرف الله أساساً هم يدعون نحن المشفر يبيعون أحيسي بحياتي أحياتي اغني عشرة هم يريدني أحيق كما تعتهر مجتمع Orbán على هكذا المستوحات إنسان ليس كذلك إنسان ليس كميرا وقت لتدع فان الناس مع الجنمية من 100 روحي ايه هذا ليس النقاط بإبراهيم وهذا يشكر في يقول في المرة البعض يمكن أن يكون مرة أجد أن تجربة المرة ولكن هناك صاحب الله وهذا قاله يقول في ملاح Parents إمان أبدا سب塔 لماذا فالحاني شرح قال النبي لأن المرة فالسنت لأن هذا هو يسان لماذا أأتي أيضا نعم الآن نعم أيضا أنهم ليسوا لايقظ اشتركوا في اشتراك في العديد افتعدنا على شيء يتغيق أو تحديم أعمل أحدي pig أحدي إشتراك أعطب أحديد 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 وهن الله سؤال أحيان الله إيها% يساهم كل جديد من شخص لاحكواوا الأحاก شخص الانحظة لعظة الواضحة الشباب إبراهيم عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم weiß ganz genau, alleine bist du ein gefundenes Fressen und ein leichtes Beute für den Schifan, also benötigst du ein Umfeld. Das ist der nächste Schritt. Wenn du weißt, wo du leben sollst, in der Nähe einer Moschee, in der Nähe, bedeutet also auch in der Nähe von Muslimen, من أحل الذين éc dich membered من أجل من أحل الذين يننحو تسمع ترحم أوله من أحل الذين غني يحدور سأغلت الذين لدي أجديان لا لا. لكن الآن تدعطوا الله ممتاز لعرفة البشعاء. هي أنفقوا بسardan من نفس النزيل. الأمر ممتازل إليها. لازل ممتازلت أماما. سليموا من عملتهم عن صفصصية. أمام، الممتازل نفسه؟ لا، أن نساء بضعوا. ولم تدعوض أن تدعق البيض؟ لماذا تنعقص تدعودي؟ لكي يشغل في ي Lazهراني أجل إساعد ترية دي الأخري إساعدة نستخراني لا يشغل لا يشغل يشغل ويشغل فيه النجوه الهند لكي ترية نحن لكي ترية اجب كي ترية ربكي وزوج عن مدد anda يتحدث ما نهم بال well نذهاب اپس إقول ليست احطة ألكم من لإ мешك المترجم الرحب صلى الله عليه وسلم ها نحس لإن jos أقوم ه المترجم ستطلب الم mite هٍستيبات لديه وعدد من بعض الحديد هذه الإبتة من ما أعني من هذه العامة منذ هذه السبق المرد المساعدة في هذا المساعدة الله سبحانه و تعالى منذ هذه حديث الله سبحانه و تعالى وانه أرسل أحسن في اللهم بعض الإخوة مرضى يسألون الدعاء منهم عادل سبيل أتى وهو مريض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ومنهم كذلك والد أخينا موسى نسأل الله عز وجل كذلك أن يترمده بالشفاء العاجل اللهم رب الناس أذب عنهم البأس واشفي من تشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يباري مصطمة اللهم أرجعهم إلى أهليهم سالمين معافين يا رحم ورحمين اللهم يسر لهم الشفاء العاجل وبارك لهم في الدواء وكذلك هناك أخذ توفيت قبل أيام فاللهما اغفر لها والحمها وعافها واعفو عنها وأكر نزلها ووسع مدخلها واقسرها بالمال والثلج والبرد اللهم اجعل قبلها روضة من رياضي تنة ولا تجعل مفرة من مفره يران والحمل إذا صررنا إلى ما صاروا إليه وصلدهم وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيم الصلاة شكرا